اشتركوا في القناة اجهزة التيفي بوكس اجهزة التلفزيون انظمة التشغيل تطوير برمجيات المهم الشركة اصدقائي الكرام بدأت من محرك البحث واليوم اصبحت هي رائد في مجال التكنولوجيات الحديدة فبعد طول انتظار وبعد عدد من الشائعات رسميا تم الاعلان والاصدار جهاز كرومكاست HD في الحقيقة اصدقائي الكرام من المسمى ستقولون لماذا تم اطلاق هذا الكرومكاست بصيغة الـ HD ولماذا هذا الكرومكاست سيعمل بنظام جوجل تيفي لانه كما هو معلوم على ان شركة جوجل قامت بخلق نظام تشغيل خاص بها خاص بشركة جوجل وفي نفس الوقت فهي تتبنى نظام الاندرويد تيفي المفتوح الذي يعمل على عدد كبير من الضونجلات وربما عدد كبير من الناس اصبحوا يفضلوا الاشتغال على لونشر جوجل تيفي فاصدقائي الكرام قبل سنتين من الان عبر هذه القناة السادة التقنية تحدثنا عن الكرومكاست 4K التي تم اطلاقها تقريبا قبل سنتين من الان وهذه الكرومكاست فهي تتوفر على مدخل HDMI 2.1 مما يجعلها تتعمل بشكل كبير حتى على دقة الصورة وكذلك على مستوى لفريم او لإطارات لكن أصدقائي الكرام عدد كبير من الناس وكذلك متابعي الشأن التقني كانوا ينتظرون من شركة جوجل أن تطلق جهاز دونجل كرومكاست يكون بكفاءة عالية خصوصا على أنه نسبة كبيرة لم يحبدوا فكرة تواجد كرومكاست بـ 1 جيجا رام و 8 جيجا روم أصبحت 1 جيجا رام من الماضي و 8 جيجا روم من الماضي خصوصا عندما نريد تشغيل مثلا فيديوهات بدقة 4K 60 فرام بر سيجوند أو 120 فرام بر سيجوند وإضافة إلى عدد من التحديثات وعدد من التقنيات والخصائص التي يتطلبها النظام لتشغيل أفضل حتى فجأتنا شركة جوجل بإطلاق رسمه لكرومكاست HD الفرق بينه وبين الكرومكاست 4K أن الكرومكاست HD هي اقتصادي على مستوى الثمن وحتى على مستوى الخصائص التقنية بالنسبة للشكل فعدد من المصادر أشارت إلى أنه شكل الكرومكاست HD فهي شبيهة للـ 4K نفس الشكل نفس الريموت كونترول نفس التقنيات وخصائص الأوامر الصوتية كذلك نفس الروم ونفس الرعم الفرق بين الاثنين هو أن الكرومكاست التي تم إصدارها سنة 2020 هي من الفئة العالية أي ثمنه يبتدئ تقريبا من 50-60-70 دولار والكرومكاست التي تم إطلاقها رسميا اليوم فهي تبتدئ تقريبا من 29-39 دولار يعني تقريبا فرق كبير أصدقائي الكرام في الثمن الشيء الذي سيشجع نسبة كبيرة من الناس باقتناء هذا الكرومكاست خصوصا للذين يتوفرون على شاشات تلفزيون دقتها محدودة في الـ HD مع كذلك نظام الصورة أو ما يعرف بالـ HDR أيضا طبيعة الحال توفر تقنية الـ H.250 كذلك توفر دولبي ديجيتال دولبي أطموس كذلك توفر عدد من التقنيات المرتبطة كذلك بالبت وكذلك تطبيقات مدعومة بشكل رسمي من طرف جوجل وأيضا تطبيقات رسمية يمكن تشغيلها بباشرة كتطبيقات المرتبطة في ستريمينغ وكذلك المشاهدة حسب الطلب إذن أصدقائي الكرام فبنسبة لهذا الجهاز كمرحلة أولى فهو سيباع في عدد من المتاجر بالولايات المتحدة الأمريكية ولكن فيما بعد سوف يتم تعميم هذا الضونغل إلى بقية العالم كما جرت العادة تقريبا فبصراحة عدد من الناس عشاق أجهزة الضونغل أو أجهزة البوكس أندرويد كانوا ينتظرون جهاز بكفاءة أقوى إلى جانب جهاز كرومكاست HD حتى تفاجأوا على أنه جوجل اكتفت فقط بإصدار هذا الجهاز بعد سنتين من إطلاق أول إصدار لهذا الكرومكاست ربما شركة جوجل قد تطور من أجهزتها مستقبلا وتقدم أجهزة الضونغل بالكفاءة العالية وحسب المتطلبات العالية لأنه كما نعم ما هو معلوم أنه في كل سنة أو سنتين يتطور نظام التشغيل إضافة إلى ذلك في الهاردوير أيضا يجب أن يواكب تطور هذا الصوفتوير أرجو من الله أصدقائي أن أكون قد وفقت معكم في هذه الحلقة وفي هذا الفيديو وأعجبكم هذا الخبر بطبيعة الحال لديك إضافة حول الموضوع يمكنك مشاركة عبر التعليقات كذلك مشاركة الفيديو مع أصدقائكم طبيعة الحال ولا تنسى دائما في حال ما إذا أردت معلومات وأخبار جديدة وخاصة وحصرية ستشاهدها دائما على الموقع الإلكتروني www.estefornet.com أخوكم سعد دائما يحييكم إلى اللقاء